صباح و أهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدأت أتحدث معكم عن الوون بلس 10 برو. هذا التليفون أخيراً نزل على الجلوبر ماركت، معنات أنه يمكن أن نأخذ برات في الصين. كل الناس الذين عملوا عليه فيديوهات من الآن، كلهم عملوننا فيديوهات على التليفون عندما نزل على الصين، عليه كولر او اس. هذا التليفون لديه اكسجين او اس 12.1 معمول للجلوبر ادتشن. معناته، الذي رأيناه فيديوهات من قبل، ليس كل المعاملات المضبوطة لأن هذا التليفون لم يكن معمول للسوق. هذا إن شاء الله سوف يمشي مضبوط بكل الأسواق بأوروبية، بالدول العربية، بأمريكا، بالإهند، كل هذه الشغلات برات الصين. يلا، شكراً جزيلاً على كل الناس الذين لدينا اشتراك، دعونا نتحدث عن الوون بلس 10 برو. شكراً جزيلاً على القناة، دائماً تعرفوا عندما نزلكم فيديوهات جديدة. إن شاء الله يجب أن تعرفوا أن هذه العلبة التي أعطيكم عليها، هذه المعاملة خصوصياً للقناة. معناته، إذا تشتروا التليفون لديكم، ستشتروا التليفون لحدهم، ستشتروا الأخطاء لحدهم كلهم لحدهم. ولا يأتي العلبة كما ترونها الكبيرة، ستأتي العلبة العادية الصغيرة الحمراء التي رأيناها في قلبها. ولكن أيضاً أهم شيء أريد أن أعطيكم هذه الغطيات الموجودة. أولاً الغطاء هنا هي ساند ستون، معمول من الغرض الذي رأيناه في الماضي، وهذا يسمون الأوريجنال الموضوع للتليفونيات الوون بلس من شركة وون بلس للزمانة، حتى من أول تليفون شركة وون بلس. الثاني الغطاء هنا هو شكله جميل، عندما كان لدينا حاسوب داخل، لدينا مثل الكاميرا، لدينا الابتشر، المانيو الموضوع لنضبطها للكاميرا، لدينا الـ HDR أيضاً موجودة لفوق، كثير كثير ميحة وشكل معاجب فيها كثير. وأخر شيء أيضاً، نتحدث عن الشرجر. في قلب أمريكا الآن موجودة العلبة التي فجأتني عنها، بقلبها 65 وات. برات أمريكا في الصين والأوروبية والهند، سيأتي برات أمريكا الشرجر بـ 80 وات، 80 وات لأن هذا الشرجر للدول البرا. في أمريكا الـ 65 وات، نستطيع أيضاً أن نستخدمها 45 وات، لذلك يعمل مع التليفونات التي تستعمل الـ Power Delivery Charge بـ 45 وات، ويعمل 65 وات على تليفون وون بلس. كما كان يعمل السن الماضي على الـ وون بلس 9 برو، سيعمل مضبوط هنا أيضاً، ويستطيع أن يعطينا القوة هنا لأنه يستعمل الـ USB-C. الشرجر برات أمريكا يستعمل الـ USB-A لـ USB-C. في أمريكا الـ USB-C لـ C يأتي أيضاً ويستعملها مع الشريط الذي يأتي في قلب العلبية. أهم شيء يجب أن نتذكر أيضاً أن الشرجر البطارية الموجودة هنا صارت 5000 ميلي أمبير، بدل ما كانت الـ 4500 ميلي أمبير بدل ما كانت الـ 4500 ميلي أمبير، والموديل الذي يأتي هنا عندما نضعه في قلب الغطاء، هذا الترانسبران على الجنب، عندما نضعه عليه للتليفون، شكله جميل، خاصةً على اللون الأخضر الذي يأتي ليه، سيكون هناك لونين، الـ Volcanic Black والـ Emerald Green، هذا الـ Emerald Forest اللي موجود هنا، لونه أخضر. نرى قليلاً الخضارة على الجنب، وأيضاً نرى كيفية الكاميرا شكله جميل، وهو جميل جميل، أعتقد أن نظام هذا جميل، وليس مضبوط. أيضاً، الشيء الذي أريد أن أتذكركم، أنا لا أعرف كيف تستطيع اللحظتها، أن البصمة الـ Fingerprint سنسور غيرها، بدلت موجودة مطرح مكان تسترن الماضي للتحت، سواءً لها قليلاً، أصبح موجودة جميل، وأنا بينكم، هذه بالنسبة للأقلية مهمة لأنها موجودة في المطرح المضبوط. الشيء الضلت نفس الشيء، 6.7 إنش AMOLED LTPO2 من هذه الموديل الجديد، من الـ 1 إلى 120 هرتز، والـ QHD، معناته، ستظلها حلوة جميلة. الكاميرا الأدام هنا، بدل أن تكون 16 ميجابيكسل كانت موجودة على OnePlus 9 Pro، ستكون الآن 32 ميجابيكسل، وترطعتنا كاميرا أجداء تغيرها، الحمد لله هذه الماضي. على الشمال، لدينا الـ Volume Rocker، لذي نستطيع أن نرى الـ Volume، على اليمين، لدينا الـ Power Button، وبعده لدينا الـ Switch One Plus، إذا ترونه من هنا، لدينا الـ Switch، ونستطيع أن نوصل إلى نفس كملة الحديد، الذي يأتي من الخلف إلى الأدام، لدينا ثلاثة كاميرا موجودة في الخلف، الأساسية 48 ميجابيكسل، الألتراويت 50 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا 8 ميجابيكسل، ونستطيع أن نعملها على الـ Telephoto 8 ميجابيكسل إلى 3.3 ميجابيكسل، إن شاء الوحيد يغيروها من السن الماضي، أنه إيموننا Depth Sensor، كان لدينا كاميرا رابعة هنا، ونستطيع أن نعملها الماكرو، ويسمونها المونوكروم، الذي تأخذ الصور الأبيض الأسود، ليس موجودة هنا، البطارية مثل لكم، 5000 ميجابيكسل، نستطيع أن نشارجها بالشريط أو الـ Wireless، الـ Wireless 50 وات، بالشريط 65 في أمريكا و80 برات أمريكا، ويعطينا الشراجر يأتي بقلب العلبية، وهذا سيأتيكم بقلب العلبية، لا يكون لديكم أي أشكال شاحن موجود، وكما لدينا Reverse Wireless Charging، لدينا ميكرو موجود هنا بالنصف، ميكرو موجود لفوق، وكما لدينا تحت هنا، نستطيع أن نسمع السماعات تحتية، لذلك نستطيع استعمال الستيريو سبيكر مع السماعة الموجودة لفوق، الـ USB-C للتعديد، ميكرو واحد زيادة، والسيم كارد واحدة على هذا التليفون، في أمريكا، برات أمريكا، إذا لم أردني غلطان، سيكون هناك اثنين سيم كارد موجودين، وهذه أيضاً شغلة مهمة التي يجب أن نعرفها، ولكن الشاشة تظل جداً، الفينكر بنسر سريع، كل شيء يمشي مضبوط، لدينا جوجل فيد على الشمال، مثل ما قلت لكم، Oxygen OS 12.1، هذا الذي نزلنا هنا، نفتح، نذهب إلى هذا، ننزل إلى تحت، نعمل على الـ About، نستطيع أن نرى أن هذا هو سناف دراجون 8 Gen، واحد الموبيل، ودينا هنا الموديل الوحيد الذي نزلناه، 8 GB للرام، و 128 GB للزاكرة، ونستطيع أن نزيد عليها قليلاً، كما رأينا على تليفونات الأوبو من الفترة، الأندرويد 12 موجود، والأكسن جوان 12.1، كل الإمكانيات التي رأيناها من قبل، والتي موجودة الآن، إذا لديكم التليفونات القديمة، ستكون منيحة، وتستطيع أن تستعملها، وموجودة جميلة، وموجودة جميلة، ونستطيع أن تعمل لوجين على أكاونتكم، وتضبطوا كل عدة شغلات، وكل الشغلات الحلوة الموجودة لهم، حسنا، سأتحدث الآن عن خبرة الكاميرات، وموجودة هنا، هذا الثاني سيستام، أو التالي تليفون، ومن نزلينه مع نظام الحلوة الموجودة، إذا نفتح على الكاميرا، لنرى عدة اختيارات، ونرى عدة طرق موجودة هناك، وعند الحلوة الموجودة هناك، وليس فقط، أضع عدة فلترات موجودة بقلبة للكاميرا، راديانس، سرينتي، والأمرال الموجودين من الكاميرا الموجودة لأدام، والكاميرا الموجودة لورا، كفلتر، تستعملوهم، لا تستطيع الضبط الصور والألوان التي تريدونها، وتمشي مضبوط كثير منيح، يمكنكم الضبطها كما تريدونها، سأخذها على الوريجنال، فقط، لدينا الفيديو، كما نستطيع أن نسجل 4K، 8K، 8K، 80P، والأصغر أيضا، ونستطيع أن نقوم بعمل 120FPS، ونستطيع أن نقوم بعمل 8K، 30FPS، جميعاً، جميعاً، وسأعطيكم مصر بعد قليل، لدينا الـ Night Mode، لدينا أيضاً الاختيار بين الفوتو والبورتريت، تحت المور، لدينا عدة اختيارات، ولكن الشيء مهم كثير من نعرفها أن الـ Ultra Wide الموجودة هنا، لدينا اختياران زيادة عن ما نرى من قبل، أول واحد اسمه 150 degree angle، وتعطينا الـ Ultra Wide أكبر من اللي عادة نستعملها، وغير هكي لدينا الـ Fish Eye، التي تعملنا الدوائرة هنا، نستطيع أن نرى كما نرى، يديا موجودة، وتعطينا كاختيار كطريقة جديدة التي نستطيع أن نقوم بعملها، لأننا نقوم بعملها، لأننا نقوم بعملها، لأننا نقوم بعملها، لأننا نقوم بعملها، ولكن أهم شيء الموجودة أيضاً، لدينا الـ Hasselblad Pro، لدينا البانو، لدينا الفيديو الموجودة أيضاً، لدينا نسجل فيها، slow motion، time lapse، long exposure، tilt shift، 150 دقري، دول view video، ودينا أيضاً X-Pan معمولة، لدينا نقوم بعمل صور مع المودة للـ Hasselblad، بالأبيض والأسود، وهذا الملون، كثير منيح، ومجرين كثير منيح، ولكن دعوني لا أضيعكم الوقت، لديكم الآن مصراً على الكاميرا الموجودة وراء على Oneplus 10 Pro. سنبدأ أولاً بالكاميرا الأساسي الموجودة هنا على Oneplus 12 Pro. تناتي بي تظلنا أحسن شيء من قد نقوم بعمل هذه الكاميراية رغم أن الكاميرا ستكون أحسن من قبل، أيضاً تناتي بي تناتي بي دعونينا بحلق أن الكاميرا هذه تعطينا عدد إمكانيات إذا بدنا نسجل 4K 30 يمكننا نستعمل الألترا وايد والكاميرا الأساسية 4K 60 فقط على الكاميرا الأساسية 4K 120 120 فقط على الكاميرا الأساسية ومش بس هك إذا بدنا نستعمل الكاميرا للـ 8K برضو تكون أحسن شيء على الكاميرا الأساسية معناته إذا بدنا نستعمل وفي عنا بالـ 4K 60 الـ Digital Zoom على 2X ما بدنا نستعمل التلفوتو التلفوتو لا يستعملون لـ 4K عشان تعرفوا أهم الإمكانيات كلها تعيتوا لهذا التلفوت كتير قوية بس أحسن كاميرا أحسن لمزة واحدة هتكون الكاميرا الأساسية وإن شاء الله يعطونا الألترا وايد على الـ 4K 60 لدينا كاميرا 50 ميجا بيكسل موجودة هنا ومفروض يكون قوية كتير لنقوم بإشتراكم بالصوت والصورة من الـ One Plus 10 Pro متل ما شفنا الصوت والصورة شكله منيح متل ما قلت لكون أنا أمنية إن شاء الله بالمستقبل بمثير لدينا الـ 4K موجودة على الكاميرا الموجودة ثم نلعق معنا إن شاء الله نلعب المسيئة نعمل المسيئة لـ 100% للتليفون حتى نتسمع السماعات السماعات التحتية والسماعات التحتية والسماعات التحتية ستعطينا استيريو سبيكر ستأتي بوجنا والثانية ستكون تظهر على اليمين سنلعب غنيتنا العادية الـ Alex Crandot Jumbo من NCS Release لنتسمع عليها قليلا موسيقى الصوت منيح بيطلع عالي كمان بيطلعنا شوية الـ Bass ما في كتير أي أشكال وما بيتغير الصوت ما بينتزع الصوت لما بيطلع على العالي على كتير المهم منه هذا بيطلع كتير منيح لما بنتفرج على فيديوهات لنتسمع عن موسيقى ولا نعمل أي شيء بالسماعات لأنه ما عنا هاتفون جاك موجود هناك بقلب العلبة ما عطونا حتى كمان الـ Converter بس إذا كنت تسمعوا عن موسيقى أحسن شيء بالنسبة للي أنا سيكون تسمعوا السماعات تعيتهم نزلوا نظام جديد الـ Silver في نفس الوقت لما نزلوا لهذا التليفون والحلاوي فيهم هاي دول السماعات لذلك خلينا نفتحهم بسرعة لما ركبتهم أنا على التليفون ومشيهم لما بتفتح التليفون هلا لما نسحب على المفوق على اليمين في عنا نحنا هذا الشلف الـ Never Settle صعنا عنا اختيار ودجت معمولة خصوصة للسماعات هذه لما نكبسها بتقدر نشوفهم فيك نغيروها بتشوفوا قدي عندكم الشحن البطارية والغطاء تبعهم كمان الـ One Plus Audio ID الـ Zen Mode الـ Ear Plus Control كل الشغلات اللي بتكون تعملوها موجودة داخلها ومش بس هيك بتقدر تعطينا خبرة القوت الموسيقى على الـ LHTC هذه بتكون أحسن من الـ LDAC الموجودة بالسوق كمان هذه كتير مهمة اللي نقدر نشوفها وانا معجب كتير ان نزلوها بعمونه خصوصيا باللون الجديد بعمل الصاصي اللي بنزلينه بنفس الوقت سيكون نفس السعر تقريبا سيبتقدروا تجيبوه نتعملوا الـ Pre-Order ربالش عليهم هون خلينا ما نضيع الوقت هون انتو بتكون تعرفوا على الـ Elite مضبوط عن الالعاب الموجودة عليها هللا لدينا نزام الـ Games موجود هون بس نزلت اللعبة الـ Undead Horde الـ Call of Duty Mobile الـ PUBG Mobile الـ New State الموجودة هون وعننا كمان League of Legends Wild Rift لما نفوت على النزام هون الـ My Games يمكننا نختار من هون ونشوف اي واحد بدينا هون وفينا كمان نعمل النزام شوي انه قدر نضبط عدة شغلات بقلب السيستام اذا منكبس الزر هون الى فوق فينا نشوف مضبوط عدة شغلات والـ Gaming Data بتقدر تشوفه كل الالعاب اللي أنا لعبتها عندنا هون عدة شغلات الموجودين وفينا كمان نطمن هون على اليمين نعمل على الـ Settings فينا نشوف كل الشغلات الموجودة عندهم 4D جديدة هده بالنزام تبع الـ Vibration تبع الـ Telephone بس لا أعرف لماذا بس ماشي مع اللعبة League of Legends سوفينا ندورها بس ما بتمشي على League of Legends مضبوط ونمركبها حتى نقدر نشوفها بس خلينا ندور اللعبة الـ PUBG هلا حتى كمان فارجيكم النزام الموجود في القلب العاب نشوف GPU كل هذه الشغلة مضبوط ومنطلما نشوف هون في عنا نقدر نضبط الـ WhatsApp المسنجر وفينا كمانا ديسكورد فيكم تعمل النزام منطبع الـ Balanced Low Power Mode أو الـ Performance هذه الموجودة على المنطقة فينا كمان نعمل Game Focus Mode فينا نسحب على اليمين نسجل الفيديو نعمل Touch Optimization Orientation Lock وعنا كمان System Status هذه أنا مواجهة فيها كتير لأن تقدر تفجينا قوة الفريم ريت عليها للعبة الحاسوب والـ GPU كلهم مضبوط دعونا نسكرهم هون واحدة ثانية بعد مرة واحدة يالله كل مرة ضعايات ونقدر نشوف كمان كيف الحاسوب كيف لعبتمش المضبوط عليه للهاتفان زنددا زندل زنددا 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 اوضح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأنه رغم أن التليفون حمي، 45 درجة سلسيوس على التليفون، يعني حامي مضبوط، لا يوجد أي أشكال، السيستام والفريم ريت تظلوا مضبوط تقريباً. عندما كنت تلعب بـ Under the Horde، كنت تلعب على 60 fps تقريباً، يعني التسعى بين الـ 58 و الـ 60، تقريباً، تظلت تنزل قليلاً قليلاً. عندما كنت تلعب بـ PUBG Mobile، 60 fps كمان نفس الشيء، لا يوجد أي أشكال. على الـ Call of Duty Mobile، كنت استغربت فيها أيضاً، كنت قاعد على 60 fps. لا يعطينا الفريم ريت تظهر أعلى من هذا، هذا مهم نعرفه. ولكن الحرارة تظلت على هنا للتليفون، هذا الشيء المهم الذي يجب أن نعرفه، لأن هذا التليفون سيحمى. لذلك نصيحتي لكم، إذا كنت تستعملوا لهذا التليفون، استعملوا بغطاء. الغطاء يساعدنا أن نرفع أصابينا عن التليفون من وراء، ونستطيع أن نلعبه طويلة من غير ما نحس فيها الحرارة، أما ذلك نأخذ الـ Controller، صراحة إذا كنت تحب أن تستعملوا ال Controller، سيتمشي مضبوط لكم. الكاميرات، دعني أتحدث قليلاً عن الكاميرات، و كيف الخبرة تعيتهم. رغم أن الكاميرا تقريباً نفس الشيء مثل ما رأيتنا السنة الماضية، رغم أنه لدينا كاميرا لمزة واحدة نقصة، كاميرا المونوكروم التي كانت موجودة، أعتقد أن هذا التليفون يمشي مضبوط، يتحسنوا كثيراً. السنة الثانية مع الشركة Hasselblad، لدينا الفلتر كما أفجرتكم عليه، و كما رأيتكم الفيديو، 4K، 4K60، 4K120، و لدينا أيضاً 8K موجودين على هذه اللمزة. أهم شيء يجب أن نعرفه أن هذا التليفون معمول، صراحة أيضاً، كأبرد من OnePlus 7، أما 7 أما 8، لا يأتي إلى OnePlus 9 أو 8، صراحة أعتقد أن 8 قريباً من 8 برو. أعتقد أن إذا لديكم OnePlus 6 أو 7، هذا التليفون سيكون يجنن، كتجديد لكم سيكون كثير كثير منه. إذا جئتوا على 8 برو، التغيير منه كثير، سيكون السرعة أكثر على البطارية، سيكون أسرع قليلاً، لكن صراحة بالنسبة لخبرة الكاميرا، والاختيارات الموجودة عننا هنا، ستكون كثير قريبة، و إذا لدينا 9 برو، مثل ما عملكم، لا يوجد أي أشكل، دعوكم مع 9 برو، 10 برو منه التجديد لكم، هذا معمول للناس الذين لديهم تليفون أقدم من قليلاً. آخر شيء، صراحة مع خبرتي استعمالوا لهذا التليفون، لديه كل المميزات التي نحن معجبين فيها من الشركة واب بلس، لكن الشغل فيها أنه فقط من نزلين موديل واحد، 8 للرام، و 128 للذاكرة، إن شاء الله يقولوني أنه سينزلوا موديل ثاني بالمستقبل، نستطيع أن نرى عدة اختبارات ثانية، لكن الآن، بالجلوبال ماركت لا نزلين على موديل واحد، في لونين، لكن موديل واحد، المون بلس 10 برو، لا يوجد مون بلس 10، لا تخبرون أي شيء، ولا حتى كمان إذا فيه موديل ثاني سيأتي، خبروني تحت رأيكم فيه لهذا التليفون، هل أنتم معجبين فيه؟ أنا بعرف أنه في كتير ناس، إن نزلوا فيديوهات عليه للتليفون باختبارهم مع الموديل اللي نزل بشركة الصين، لكن لازم تعرفوا أنه هيداك الموديل ما معمول أن يستعمل برات الصين لما نزلنا الفيديوهات، أنا بس عمرفشيكم شوك إنه عم بيكونه، بس هيدا هو التليفون، إذا عم بتكرروا ويجيبوه، سيمشي معكم المزبوط، كل الشغلات حلوة، إن شاء الله بيقدر يتم إعادتكم كمان الـ 5G والـ VoiceOver LTE بالدول العربية، لا أعرف أن نرى أحد يقدر يشرب لنا هنا، بس علق لي هلأ أنا معروف، مبسوط كتير من عنا بأميركا، رغبنا نجبت الـ Unlocked، ماشي مزبوط على T-Mobile، وعندي كمان 600 ميجابايتس تنزيل، وكمان ما بدي منسى أن نفرجيكم كمان الـ Auto للحاسوب، دعنا نزل هون، بس فرديكم مزبوط، تحت السرعة للتليفون، عندما نزلتها أنا هون، قدر تجيبها، دعنا نعمل الزاكرة، نعمل الريس فات، دعنا نرى هون، كما ترونه، 525 تنزيل، تقريباً 87 تطليق على سرعة الإنترنت، ولما نعمل Geekbench كمان، Auto للحاسوب كانت كثير منيحة، دعنا نسعبها هون، نرجع على CPU، 1238 و 3191 على Multi Core، سيكون كثير منيح، أنا هيدا، أستعملوا مع Performance Mods، ولكن ليس كثيرا، خبروني تحت، قلوا لي ما رأيكم في هذا التليفون، شكراً جزيلاً على كل الناس الذين عملوا اشتراك، نراكم إن شاء الله في الفيديو جديد،